شكرا لكم مشاهدين الأفضل الاستكمال بقية فقراتنا لنهار اليوم ما تنسوش عندنا فقرات الأمم والطفولة لجيكم نحقا خلال البرنامج دون أن ننسى الوصفة الطبيعية لبسمة قرفة اليوم الوصفة عن التصابغات الجلدية وكيفية الوقاية منها والتخلص منها تدريجيا لكن الآن نصل بكم إلى فقرات التكنولوجيا التي تأتيكم بكل يوم خميس مع إسحاق عقون مباشرة بعد هذا الجنجل إذن حديثنا اليوم في رقم التكنولوجيا مشاهدين عن تقنية النانو هذا المصطلح اللي نسمعوها بزاف ما بصح ما نفهموش ولهذا اليوم يحضر معي الخبيرة في التكنولوجيا إسحاق عقون صباح الخير ومرحبا بك معنا صباح النور أخت فريال صباح النور للجميع مشاهدين الكرام وفعلا اليوم رح نحكي وعلى كلمة صار تتردد بزاف نانو تكنولوجيا نعرفوا معناها وإستخداماتها وممكن نستخدمها وفعلا فادات البشرية وبقد تم عاونة التكنولوجيا الذي نعيش في العصر التكنولوجيا صحيح هذان هذا المصطلح نسمعوه وحتى في بعض الأعلم نقرأ نانو تكنولوجيا في الهواتف أيضا نقرأ نانو تكنولوجيا إذن ما هذي نانو تكنولوجيا التي نهدر عليها اليوم يسحاق نانو تكنولوجيا هي بالطبع تكنولوجيا التي عاونتت بزاف وكيف نقولوا عاونتها بزاف أي حاجة تتاسع معنى تها رهي دخلت نطاق الصناعي معنى تعاونتها الصناعي بش نعرفوا كيف عاونتنا نانو تكنولوجيا لازم نعرف الإنسان كيف كان يصنع بعد كيف يصنع نانو تكنولوجيا نشوف مع بعض الفيديو الأول اللي فيه كيف يصنع كامل منتجه طريقة اللي يصنع بها المنتجات تتاعوا من بعد كنا نشوفوا الطريقة جديدة اللي صار تصنع بها المنتجات في انتبار الجاهزية الفيديو كما نعرفوا أي منتج يحتاج المواد أولية معنى تها سواء كان بارفوان سواء كان أي حاجة مدو ميثان نجار يحب يصنع طارد لا لازم له يروح الخشب يعني الخشب هذا وش لازم يدله الخشب في حالته الطبيعية موش طابلة لازم يترتب بطريقة معينة لازم يتقص لازم يتحط ويترتب بطريقة معينة هذا أبسط ميثال سواء كان بروسس بقى نروحوا للحاجة شوية ديفلوبي عليه الدين الخشب يبقوا جذور تحها يبقوا الأوراق تحها ممكن نصنعوا منها أدوية ممكن نصنعوا منها عطر أوراق نعم مش في حالتها العادية لازم تمر بترتيب معين لازم نعاود نفكوها ونعاود نرتبها بترتيب معين كما دلنا مع هذك الشجرة كيف كيف رح نديره مع أوراق تحتها كيف كيف رح نديره مع المكونات هذه بشعلت هذه تخرج لنا منتج هذا هو أول فيديو إصحاب هذا هو أول فيديو كيف رح نرى هنا المصنع أول حاجة وين يروح يروح للطابعة من الطابعة يدي لماتير برامير هذي والمدى الأولية المدى الأولية يجعلها تعديلات بمعنى يرتبها بترتيب معين ترتيب في حد ذاته سيخلق لك منتج جديد يعدل لها مواصفات جديدة ونذكره كلمة تعديل ترتيب ومواصفات بشكل تالي يكون لنا منتج معين المنتجات هذي كما عرفوا عندنا المنتجات كما عندنا هنية طاولة عندنا كامل لبصتهم من الطابعة كيف شحتها ولت كما هكذا الإنسان قام بتعديلها وترتيبها وأعطاها مواصفات معينة كامل اللي برودوا هكا حتى في المجال الطبي في المجال الطبي في المجال موض التجميل يجيبوا الموض الأول اللي عبارة عن أعشاء يستخلصوا منها زيوت يستخلصوا منها حتى مركبات كيميائية كنا من لوحة تقدر تعامل معها بيدك ورانا رانا في حاجة كيميائية لتتعامل معها تحت المجهر تحت المجهر لكي تعرف الخصائص تحتها وكما راهم الخصائص تحت استخدمهم وكما راهم الخصائص الموجودة في هذه المادة الأولية نستخدمهم بقى نانو تكنولوجي وش دارتنا قبلها نزيد نمد مثال أخر نشوفه في الفيديو الثاني البرتقال لا نزلنا في المركبات الكيميائية نستخدمها من المنتجات الطبيعية الموجودة في الطبيعة نعم ممكن نطيك مثال بالسيارة شوفي السيارة إماجيني نحي قطعة من السيارة أنا أصراني أونفان ألجى القطعة صغيرة فهمتيني؟ ما تمشيش السيارة معندها لازم تكون بالترتيب هذا المعين باش تعطيك الخصائص هذه وإذا الترتيب هذا و القطعة هذه صراح خالل صغيرة وش ينقصه؟ ينقص المواصفات التقنية التاحة وتنقص القوات التاحة مثلا بالنسبة للسيارة فقط نانو تيكولولوجيا تشطط لنا تشطط لنا أنه نقدره ندخله نغيره مش في المواصفات تاع الأشياء العادية مثلا خشب نقصوه نغيره له في المواصفات التاع ولا لا أنه نتعرفه على مستوى آخر من المواصفات اللي هما تحت المجهر على المستوى تاع النانو اللي هو واحد عشرة أس ناقص تسعة عندها راهي ملمتر راهي في صغر لا متناهي هنا المثال تاع السيارة كما كنت نحكي الإنسان بفضل هذه التكنولوجيا شو فيه واش قدر يدير الجمع لها في القطع باش ينشأ واش ينشأ السيارة اللي الحمد لله اليوم راي تنقلنا و راي تطينا مستوى مرة فهي لا بأس به هذا بإتقان التكنولوجيا أنه يحكم يرتب يعاود يفكك ويرتب أشياء على المستوى البصري وممكن المجهاري ما بالك على مساوى النانو ماذا تعطينا التكنولوجيا هذه إذا قدرنا ندخل المساوى النانو ونغيره في الخصائص ماذا ممكن تعطينا هذه التكنولوجيا كيف نغيره في الخصائص فهمنا هذه النقطة بالذات تغيير في الخصائص عدنا مادة عندها خاصية هل تكنولوجيا تنالو لازم نفهم لازم نفهم المادة هذه واش هي مثلا نكون نحكم هذا الكأس على الماء ونزوم إليه في المستوى التأزوم ندخل المستوى المجهاري اللي يعرفوه جماعة الشيمي نبدأ نشوف التفاعلات الكيميائية كون نزيد نزوم كثر نبدأ ندخل على مستوى الذرة هنا يبان نانو تكنولوجيا نانو تكنولوجيا انسي من مستوى المجهاري على مستوى الذرة نرى الخصائص فهي تفاعل تركيب التحية كيف تتكنول نعم وكيف تفاعل مع الذرات المحيطة بها كيف نرى ونفهم كيف تفاعل نطبق عليها مجموعة من العملية اللي ممكن تخليها تغير من الخصائص تحتها باش تعطيني الخصائص الجديدة هيدو الخصائص الجديدة واش هون نعطيك مثال بسيط أولاً نبدأ بأنهم نصنعوا حاجة على ذلك المستوى بعد نذهبوا أنهم نغيروا الحاجة في ذلك المستوى أنهم نصنعوا حاجة بتقنية النالوم ستكون صغيرة بزاف وتكون فعالة بنسبة كبيرة ونسبة 6,000 فسادة التاحة قليلة ياسر حاجة كل ما تكون صغيرة مثلاً كوننا نصغر لك عفسة ونقول لك كسريها متقدش تكسريها تكون كبيرة بالنفس المواصفة تكسريها سما ما تكسرش النقلية تحت تكون أفضل السرعة تحت تكون أفضل هنا نرى فيديو يطينا المواصفات التي نقدر نمدهم الحاجة تغيرت بالنانو تكنولوجي مثلاً هنا هذه ورقة حطوا عليها واحدة الراضات بالنانو تكنولوجي والتي تغير قابلة لأنها تتشمخ كامل مثلاً هذه ورقة هاي ورقة ثانية تتشمخ الورقة يعني يمتصل الماء لكن بالنانو تكنولوجي صار مانيع ضد الماء ما أنتها تقولوا لهم كاراريس نكتبوا عليهم كنتح عليهم ورقةهم يسروا له هنا ذي فاش تفيدنا اللي بس تعالى ما يتسخش أبداً شوفوا هنا هذا المثال رشوهم اللي على اليمين لم يتسخ أبداً معانتها تقولوا لدينا أقميشة بخصائص جداً متطورة ودوكا كيرا نروح نشروه يعني ملابس بعد المركات يعني تضاع تحت يعني تصرف زبائن تحا أقميشة كاراريس نشروه هذه هما نعطي كثير منها معانتها مشي غير متوسخش بكاولوا يخدموا بدلت غير قابل الطعن معانتها غير قابل الاختيار أشوفوا هنا هذا يضرب فيه موس مباشرة لصدر ميدلوا أولو وتمتص الشوك ثانكينة معانتها كونجيك بال لا تختارق ولكن الضربة تؤثر تمتص الشوك كامل كما نرى هنا يضرب بقوة ليس ينظر حتى لو كان لا يختارق ولكن ينظر يضرب بقوة مثل الوالو هذا بذلت أمنية مثلاً بالنانو تكنولوجيا تقنية هذه تقنية 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 معانتها أحنا في المستوى المجاهرين كنا نقادرون نبطل الألوان نلعب وعلى بعض التركيبات لأتصالي رواح مثلنا تكون تكنوجيا تطيلو خصائص من نوع آخر معانتها تطيلو خصائص مكانت شفيه من قبل بكترتيب ممكن تخيلوها؟ ممكن تخيلو ان الموس يقدر شخص الملابس مكانت خفيف جداً عندما ينبسون أن يحسون أن يكونوا كمال جيلي باربال مثلاً ينبسون تل أمن ثقال يقولون أن ينبس جيلي ليس تقال حتى هناك بعض الشخصيات حول العالم كانوا ينبسون ديفاست سامل كما تتعي لكن تعرف كين أصحاب نظرية المؤامرة ستخربون فيهم وقال لك لا لا هذه المسؤولة التي نبسها هذه المسؤولة هذه عبارة عن جيلي باربال لا لا المسؤول يجب أن ينبس جيلي باربال أمنياً لا يحب أن ينبسوها له مثلاً في واقع مشهورة مرصينة لا يرحموا نهارة التي وقفوا نحة جيلي باربال أو ينبسوها له قالوا في البروتوكول الأمني تلبسها هو قدم الجمهور نحاها فإنه خطر كامل ينبسوا جيلي باربال هذا هو البروتوكول الأمني لك كانت أصلاً ثقل صرتهم يقولون أن الأمن مولفين بها لكي لا ينبسون أن ينبسونها حتى ينبسوا وبقعها لكي أخذت الناتكنوجيا يلبس مالي ولكن بها كيفية النانو تكنولوجيا كنا نقوم بتقليقها ما هي النانو تكنولوجيا؟ نرى في الفيديو يحدثوا هم إنتل حلقة نشوفوها بالنانو تكنولوجيا حالكم أن نشفها في التليفونية وما تعرفها؟ بروسيسير بالنانو تكنولوجيا هو ببساطة بروسيسير صغير 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 بثيفة ماذا يفيد أن يكون صغير كثيرا؟ كما قلت لك من نسبة أنه يتكسر و لا يتعطل قليلة كثيرا عفتك تكون صغيرة، لا تكسر إما جاء السجاج على الإيقران لا تكسر كما هنا يضرب فيه لا تكسر هذا السجاج على الإيقران لا تكسر علاوة على هذا القدرة على الإنحناء اللي لم يكن كينا في السجاج بقرنا نشوفوا بالكينا بقرنا نشوفوا هواتف يتطواوا ويبقى كما رأى بفضل نانو تكنولوجيا بفضل نانو تكنولوجيا لماذا تكن الزجاج هذا خواص ما كانت فيه هذه الخاصية ما كانت فيه بقرنات فيه بفضل تقنية نانو تكنولوجيا بخطر غيرنا في الخصائص بوسينا كما كنا نديره مع الخشب كان شجرة نجيبوه نرطبوه نديرو الفيرني مجموعة عمل طينا الخواص أخرى اللي هي مانع ضد الماء ومساحة مجسوسة هذه تكنولوجيا قدامة ومساحة مجموعة ومساحة مجموعة ومساحة مجموعة ومساحة مجموعة ومساحة مجموعة بحيث تقدر تعطينا هذه المواسطات بالنسبة للأمر التقني في الأمور التقنية ومساحة اللي خدموا الشرائح الكمبيوتر استفادوا هذي نانو تكنولوجيا بأنهم دعونا دي بروسيسور صغار وكفاءة حعمالية وكيف نقول صغار مستخنوشتا خطر حاجة اللي تؤرغ مثلا هذي الهواتف طبعا هذي الهواتف كانت تسخن هما يلعبوا الساعات الطويلة تسخن في يدو ديرونجيه هذي النقطة اللي والثانية أنها كانت لاباتري يطح بالخف بقر الباتري ولا تشد فر الهاتف ولا ما يسخنش كيتستخدمو وهذي نشوفوها مثلا يقول لك في الريفيو تاع الهواتف يقولك بالنانو تكنولوجيا ولا كذا كذا على هذي لا يسخنش مثلا واحد الحجم الخفيف و quelle لرقيقة وcerسحاق هذا width هواتف وهي عبارة同双ث um من الورقة حص tongue من الانو تكنولوجيا هي عبارة عن ورقة شفافة كامل عبارة عن هاتف يعني ذلك ما هي أجعلنا على مركز وفي هذه الأبحاث ات isn't po لأنناso هي نانو تكنولوجي هي أنه نقدره نشوفه على المستوى الذري ونعدله أكثر شيء هذا مثال مثلا شرائحة الكمبيوتر معنى هالرقاقات الكمبيوتر هذي صغار كتا يطحنا الكمبيوتر نشوفهم ولا كتا يطحنا الهاتف نشوفهم هذي رقاقة بالنانو تكنولوجي معنى هذي هنا يتكون واحد الأم ميليمتر على أم ميليمتر برك هنا رح نزومي ولا في ذيك الأم ميليمتر على أم ميليمتر ونشوفه ونشوفه وش كاين داخل في هذي الرقاقة صحيحنا كنشوف الكمبيوتر اللو اللي خدمو الإنسان الحجم بتاعه يعني كان قد هاتستوديو خلاني نقول لك الصور اللي تنقلتها الأجيال شفناها الآن تدريجيا الكمبيوتر وينحاصرين حاصرين حاصرحته ولا على شكل هاتف خلاني نقول لك إسحاق تقريبا وأكثر من ذلك رح يقول لي على شكله لونتي ستقدر ديري في عينك الكمبيوتر ولا هاتف ديري في عينك على الميتافرس هذا يا تاع مارك مثلا هذه هي الأبحاث اللي احنا يدلت الأشياء التجارية تصبح نهار لتحاكمه في السعر التاحة دقاء هذه الأشياء السعر تحارة مرتفعة لذا كبيرك ما نشوفها بالنعمة فقط ولكن موجودة مثلا لونتي هذو اللي نشوفو فهم يديروهم وتصور لك أشياء تخليك تشوف أشياء لكن فوش نتحكموا فيهم إسحاق فوش نتحكموا نعطيك مثال فالتصنيع مثلا كتشوفي هذه الرقاقة كلما رح يزومي رح نشوف واحد الخيوط واحد اللي كمبوزون صغار هذو دي كمبوزون داخل في شريحة أميليمتر سو أميليمتر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه في رقاقة اللي انت كتير تحطيها في يدك ما تبانش ما بالوكل الوصلات التاحة وكيف اتاح خير من ذاك اللي تبان فعمتاني هذو ربطات برك دوكال حقنا للنانو تكنولوجي مازال رانا قريب للنانو هاها ها هي دوكالنا في 1000 نانو مع انت عارك تشوفي سلك هالك اللي خدمي به في 1000 نانو متر باش تكون عنا فكرة بركة وحدة قياس نانو ايه هو واحدة قياس اللي هي واحدة على 10 او 9 متر مش عكين مزيرو كين واحدة تسع زيروات باش يجي الواحد متر 0.00 تسع زيروات واحد متر امتين معتها صغير 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 بززاف هذا هو النانو دوكال كما قلنا واشطعتنا النانو عندنا نصنع اشياء متنهية الصغر وهذا اللي خلينا نقدره مثلا نقدموا روبوتات متنهية الصغر في المستوى غير المرئي لتقوم مهام على مستوى غير مرئي يعني انتها مثلا في الميتسين وانا ولو يخدموا صحيح وهذه اللي كلتحان هذا اللي كلتحان ها ولو يخدموا هم حابين ولا بالك خدموا ما على بالناش تكونوا شيء رائي لحقا دي روبو صغر دي ميكرو روبو والدي نانو روبوت نسميهم مش غير ميكرو نانو روبوت اللي تقوم بمهام دخل في الجسم تالإنسان مثلا كما بعض الأبحاث راه يتخدم على الكونسير يخدموا دي نانو روبو هاتف والكونسير فعوض مدير اللوحيمي ذلك لي تطاكي لك كونسير و الجسم التاعك تقول لي تدير نانو روبوت باش تطاكي لك غير كونسير هاذك و هنا يران نشوف الفرق مثلا الشيمي وصلنا لها وديرت ثورة اللوحيمي اللي هي نتحت المجهر وصلنا لها كي اكتشفنا المجهر وكا كي اكتشفنا المجهر هذا الإلكتروني خلينا نسميوه خاطر هذا بفضل التقدم الإلكتروني ولينا نشوفه النانو وفهمناها ولينا قدروا نخدمه عليها فهمنا العالم هذا قدر الإنسان أول حاجة لازم يشوفها باش يقدر يتعامل معها بعد ما شفناها وداروا العلماء عليها الدراسات وبحث قدروا يفهموها أولا صنعوا بها من بعد كنا نرفوه وليو يداروه وليو يموضيفه وعلى الأشياء الطبيعية كما شفنا الورق الباستع ورهي الخشب معنا هذك رانا موضيفين عليه كما الأقميشة كما كنا نشوفه الورق القومش هذك هو مطلب في الحقيقة مش القومش في حد ذاته اللي برنامو تكنولوجي مطلب واش بواحد المادة اللي موالف نشوفها في بيبلي سيتي ولا ضكا كان في بيبلي سيتي مثلا وتوباع هذيك المادة أنك ترشها على الأقميشة اللي هيك حابها باش تولي مانيع ضد مثلا الاتساخ ولو اللي يخد مثلا في الخارج مشي عنا في الشانطة ولا يشريوها الانجينيير يدخل الشانطة يشريها يرشها كامل على الكوستيمتاء ويدخل يتغبر طح عليها السيمة طح عليها كلش لا يتوسخوش حواجو لا يتوسخوش حواجو في المستقبل إسحاق كيف شرح تكون تكنولوجيا فش رح يستخدموها حشوفوا سيارات ربما كيت في الأكسي دعو ما تستكسرش الشخص يكون يسوق ما يموتش كيفاش رح يكون استخدامتها تكنولوجيا هي باش نفهمو هذين شوفوا كيفاش التكنولوجيا يمشي والعالم يمشي العالم يمشي بثورات صناعية ثورة صناعية اللي باقيتو شاتها اللي بفضلها رأيكينا هي الثورة صناعية الرابعة واش فيها ثورة صناعية رابعة فيها كامل واشنا عارفوا من ذكاء صناعي من مثلا الطروادي لامبريسيون الطروادي حكينا عليها ثاني حكينا على واحدة منهم أنه الرقاقات تاع الكمبيوتر والعاقل الإلكتروني صار متطور وصغير مادم قلنا حاجة عندها ذكاء وصغيرة معنى قدر الذكاء الصناعية اللي حكينا عليه والأنترنت الأشياء اللي إن شاء الله رح نحكيه وعليها تولي تكوني كثير مع حاجة صغيرة ومقدرنا نتحكمو فيها هذا يفتح أمام للمخيّل التاعنا متى أشياء مثلا تخيلي إذا قدروا أبو صغار مثلا في الحروب تخيلي ديروا أبو صغار يتوجهوا مباشرة أن الطارغت تاحهم ولا الهدف تاحهم يقتلوه والناس تشوفوا أحد ماتس ما عمله مش علاش وقديروا تحليل ما يعرفوا مش علاش تانكينا شو تشوفيها من ميدان الصحي تانكينا أنه ندون نقال جو أمراض داخل في الجسم التاعنا على المساوي المجهري مثلا أن الخلايا هذيك اللي تفسد كما قلنا الكونسير علاش هي خلايا ميتة ممتنوا قاعدة تموت باش يعالجوها ويعزلوها وحدا هذا على مستوى الخلية لازم لها عفزة موت لأنها هي الصغر نانو تكونون جراحة تفيدنا في هذا وحاجة أخذ أخرى كما قلت هي دفع مواصفات تاع البرودويل حاليين معنا ترى إذا الريحة ديريها تقعد نهار يومين شهر حتى ذو كروح الشابين وكان الريحة التالية تقعد شهر تقعد شهر وما تطيرش لأنها خطر مواصفات تاعها واش قلنا دفعناها زادت القيمة هذا اللي ولا يتسخمي ولا يتوسخش اللي يتقطعي ولا يتقطععش لكن تكلفة التحال أكيد تكلفة التصنيع تكون باهضة هل تكنولوجيا تتزاير راح تكون في متناول الجامعة؟ لحكي تتزاير شوفوها في الفيسبوك شوفوهم جايبوا هذي الغيراء يديروا في السجاج باش السجاج هذك اللي مكتسر ذلك الشوقوق يتلموا شايفاتوا؟ صحيح هو الغيراء كاي منه حتى بعض المنتجات بصح المنتجات هذيك مكتش منها يعني اللي يسوقوها في الفيسبوك نصها مقشوشها كاي منتجات صح تقوم بهذا الشي معنتها إذا تتشقق الكسيشتة بارابليز في الطنوبيل ما ترش تعاوده تروح دلوغي هذك البرودوي يتسقم معنتها كاي من المنتجات هذي وراي كاينا في الأسوق وبأسعار مليحة كي نقولك أنا يتعاود بارابليزي درجز وجملاين ولا تشري هذك البرودوي بمئة وخمسين مئتين تثلاثمائة تلف طرح تشريه بثلاثمائة وديرو ممتنين معنتها مقارنة بالخدمة اللي تقدمها مليحة حتى شاريت الأسقر أنا نشوفه يرووج له بكترا يعني يقولك ما يطعش لسقوش حبيت هذي كامل بفضل نانو تكنولوجيا كان بعض المنتجات اللي طوروا الخصائص تحتها بالنانو تكنولوجيا كان اللي طورت بالتكنولوجيا القديمة اللي ذكراني نسميها قديمة هي ما زلت معاصرة اللي هي تكنولوجيا الكيميائية تحت المجهر هذه هي معنتها نحن بالتطور هذا ندفع خصائص الأشياء الأبعد نقطة ممكنة ولكي أنت تخيلي كامل ووش نقدره نديره بفضل هذا الخواص اللي نطوره فيه إذن هالتكنولوجيا قلنا دخلت في التكنولوجيا من خلال بعض المنتجات لكن هالتكنولوجيا عندها استعداد اليوم بشتور هالتكنولوجيا هل عندنا كفاءات يقدروا يتحكموا فيها نعم هي دايما عندنا كفاءات الجزائر لم تخلوا من كفاءات والناس اللي تشارك في هذه التكنولوجيا هم جزائريين في الخارج عندنا علماء مرموقين مثلا كما بالقاسة محبة يخدم على الرقائق تاع الكمبيوتر ويخدم بهذه التكنولوجيا أنه كامل الهيئات العالمية الكبيرة اللي تقدمها لأي تكنولوجيا تواكب تكنولوجيا على المساوى الجزائر ما على باش إذا كاين ولا مركيش نتمنى إن شاء الله تكون كاين خاصة أنك من خلال شرح تاعك فهمنا أنها تسهل لدرجة كبيرة الحياة اليومية للأشخاص تسهل الحياة اليومية تطينا خصائص جديدة تطينا منتجات ما كنا نتخيلوها عندها هي ثورة هي صح ثورة صناعية أكيد أنا رح تحدث أيضا ثورة في القطاع الصحي مستقبلا في القطاع الصحي في القطاع الزراعي في القطاعات كامل مثلا نجيب لك يحكينا القطاع الزراعي نسمعه بزيف في فيسبوك يجيبوا يقارنون مثلا كي رحي صاري حرب في أوكرانيا وقرانيا فيها كذا الجزائرة فيها كذا تنتج كذا وتنتج كذا لإنتاج ما شو متعلق برد المساحت الارض اللي عندك صحيح حتى بالإمكانيات والتكنولوجيات المتوفرة متعلق بالتكنولوجيات اللي رأي متوفرة عندك قادرنا في هكتار واحد نزرع وش في اللي ما عندهش تكنولوجيا بالفضل تكنولوجيا وش ممكن ينتج ألف هكتار معا ولكتشو في ألف عاي مضاعفة في ألف سما المساحة أي دولة تضربها في ألف وشوفي إذا الدولة تقارن بها أنت ضعف ولا ضعفين ما يعنيش أنك تقدر تنشغل منه إذا ما عندكش تكنولوجيا السلاح الحقيقي للإنتاج ولا باش تتطور ولا باش تسهل حياتك هي تكنولوجيا ببصر إنتي لك تكنولوجيا يفتح لك آفاق باش تسهل حياتك وباش حتى تخلي تكلفة الإنتاج عندك قليلة وينقاع الناس تقدر تعيش هذا ينقص بفضل أنه تكون عندك تكنولوجيا معينة أنت تنتج تكنولوجيا قديمة للي بروديوكا حديرهم راح ينجوا بتكلفة غالية خاطر أنت تكنولوجيا اللي استخدمتها تكنولوجيا ضعيفة لي عنده تكنولوجيا قوية أصلاً الإنتاج مش هيكون بالنسبة لي مكلف لأنه كما قلنا مثلاً في هكتار ينتج ألف هكتار مهما مهما صرف على ذلك الهكتار نقوله صرف عليه قسمه يصرف على عشرة هكتارات ها قلنا ألف هكتار لي يخدم على ألف هكتار حتى بالنسبة ليد العاملة ليد العاملة يعني باهيدة لكن الآلات راح تعود الإنسان على المدى البعيد وما تعيه ما تمل المتبع تكون جي ملادي إسحق تخدم 24 ساعة إلى 24 ساعة وحتى بتكلموجيا اللي راه هي كاينة تصلح نفسها بنفسها مع أنتها كاين آلات تصلح آلات معها معاتش كاين هذك تكنيسيا تقولي آلات تصلح آلات ولا نشوفوها براك ما نش ملاحظينها هذك ترابل شوتين مثلا في التليفون تليفونات ولا دي تكتير طنوبيل مثلا ولا فيها سكانير دي كلاري لكوشة فيها ضقة بالعقل بالعقل كاين طنوبيلات دي كلار تدخلها الورشة آلية تماما هي تسكانيها و هي تصلحها بالآل مباشرة معنا مع أنتها تكنيسيا راي في التطور وبهدف أنها تسهل حياة لميترزيها و تجعل حياة لميترزيها بائسة لأنه سيكون لديه عدو لميترزي و ما لميترزي إذا حبيت تعيش آلاز لازم لك العلم والسلاح الوحيد هذا الوقت هو العلم مش حاجة أخذوك مش بكري مثلا الحرب كانت قائمة على عدد الجنود و كانت قائمة عنده طيارات مش هي أي طيارات بكري كانوا يتفخروا بالميك و بكري متفخروا بالطائرة بدون طيار اللي ما يقدرش يحكمها لا رادار لا ولو كهية كالزاوش إذا أردت يحكمها هي بدأ يحكم كمالزاوش اللي في السماء ما يفرقش بينها وبين زاوش فهمتين و تقدر الدين معها معسكرية مثلا صحي تكنولوجيا تكنولوجيا هي السلاح الحالي اللي حب يطور اللي حبي يحيييش ألاث اللي حبي يعيش حتى псاله لازم يكون عنده أمن تكنولوجيا بكري كناس سمعه الأمن الغذاي صحيح هدا المصطلحة جazzi من يسحاق أمن التكنولوجيا دكاكين حاجة يسمى الأمن تكنولوجيا إذا ما كنش عندك تكنولوجيا ما راش عندك استقلالية سياسية ما را عندك استقلالية اقتصادية ما راي عندك ولو السلاح الاقوال هنا هنا هو تكنولوجيا التي بفضل الناس تطورت تحكم في الناس تطور من خلال الشاشات الهاتف معانتها هذه تكنولوجيا واشهرها يتمدل بدلت كامل يضمان الإعنام في المجال التي تبدل كنا شفنا الديب فيك مقبل كيف تبدل الإعلام ما شفنا فيديوتها الديب فيك مرة جاي إن شاء الله في المنتاج نعود ونصلوها بتكنولوجيا الإعلام شوفوا كيفية الإعلام تطورها مثلا على المستوى إن شاء الله تقديم المعلومات حتى وحتى انتهت على الحروب ليما نشوف حرب من نوع آخر والجيل الجديد من الحروب لينا نشوفها في أكرانيا إذن إحنا إن شاء الله راح نواكبوا هذا التطور الحاصل في العالم إن شاء الله نشوفها تكنولوجيا تدخل للجزائر إسحاق وتهللنا الحياة اليومية يعتك صحة على قدومك نهار اليوم شكرا على الاستضافة يعتك صحة إسحاق شكرا جزير الشكر إذن عودة لكم مشاهدين نبقى دائما في المعلومات نروح نشوف هذه المحطات ثم لنا عودة لاستكمال بقية البرنامج ترجمة نانسي قنقر